موسيقى السلام عليكم ودع المقيمون العرب في إسطنبول وتركيا أخيرا أيام النسخة الثامنة من المعرض الدولي للكتاب العربي في إسطنبول في حلقة اليوم من حديث العرب نتوقف مع هذا الحدث الذي يصنف كأكبر معرض للكتاب العربي خارج الولدان العربية لنبحث مسار تطوره والخدمة الفكرية والمعرفية التي يقدمها للاجئين العرب في إسطنبول خصوصا وتركيا عموما كما نتطرق بعدما بلغ المعرض عامه الثامنة إلى مستوى النجاح الذي أصابه في هدفه المعلن وهو تمتين الصلة الثقافية بين العرب والأتراك وتقوية أواصر الأخوة بين الجانبين عبر الكتاب والمعرفة حديثنا مع ضيوف هذه الحلقة يأتيكم بعد متابعة التقرير التالي مجددا يلتقي القراء والمثقفون العرب ومحبوء اللغة والثقافة العربية في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي في نسخته الثامنة يتزامن معرض الكتاب العربي في إسطنبول هذا العام مع ما يجري في قطاع غزة من عدوان صهيوني دموي الأمر الذي كان له واضح الأثر في فعاليات المعرض إذ فرضت القضية الفلسطينية نفسها على أنشطته وندواته الثقافية وأمسياته الشعرية استمرار المعرض ونجاحه لثمان دورات بوصفه الحدث الأكبر للكتاب العربي خارج الدول العربية بحسب ما يؤكده منظموه يؤكد الدور الذي يلعبه في دعم التقارب والتواصل الثقافي بين العرب والأتراك ومواجهة محاولات بث روح الكراهية والعنصرية كما يمثل المعرض محاولة للبناء على مساحات المشترك الثقافي بين المجتمعات العربية والمجتمع التركي بوصفها جميعا مجتمعات إسلامية يجمعها تاريخ وحضارة واحدة ولعل ذلك ما دفع القائمين على المعرض إلى تنظيمه تحت شعار العربية تجمعنا لتكون رسالة استنهاض للأمة الإسلامية في مواجهة مخططات الفرق والتشرذم ولأن تركيا تحتضن عدة ملايين من مواطني الدول العربية الذين خرجوا من بلادهم بعد تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بعد انكسار ثورات الربيع العربي وسيطرة الثورات المضادة فإن الكتاب العربي يصبح ضرورة لهؤلاء الذين اتخذوا من الأراضي التركية مهجرا شبه دائم لهم ولأبنائهم بهدف الحفاظ على الهوية العربية كما يثبت معرض الكتاب العربي في اسطنبول أن حب القراءة والاهتمام بفروع الفكر العربي لا يزال مسيطرا على العقل الجمعي للشعوب العربية برغم ظروف الهجرة والمتغيرات المجتمعية والتحديات السياسية والاقتصادية للحديث عن موضوع الحلقة معنا في الستوديو محفظ الألقاب سامر السعدي نائب منسق العام لمعرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي وعبر الأثير من اسطنبول محمد فالي السيد الشانقيتي الباحث في قضايا التعليم بالبلدان العربية وفي الستوديو أيضا فرقان قاسم آيدن الناشر التركي أهلا بالجمع الكريم لو نبدأ مع السيد سامر منذ أيام أوصد المعرض النسخة الثامنة من نسخه وسط ظروف سياسية معقدة في المنطقة وفي القلب منها غزة التي تتعرض أو تواجه هجوما وحشيا من الجيش الصهيوني كيف رصدت تعامل دور النشر مع هذا الحدث وما الجديد في هذه النسخة تحديدا تمام أهلا وسهلا بكم أولا وبالسعادة المشاهدين أبدأ معك في الخط العام للمعرض في نسخته الثامنة هو أولا ثباته على ثماني سنوات هو بالنسبة لنا حدث مهم في تركيا خارج البلدان العربية كان التركيز طبعا التحضير للمعرض يبدأ منذ شهور وكان التركيز في هذه الدورة وجديدها التركيز على اللغة العربية ابتداء من الشعار شعار العربية تجمعنا وكان فيه شيء من رد بعض الأصوات أو إسكات بعض الأصوات التي بدأت تظهر هنا و هناك خاصة في أوروبا من أصوات تدعو إلى العنصرية أو كذا فجاء هذا المعرض بداية من رد على هذا الأمر الأمر الثاني هو تثبيت هوية اللغة العربية لدى أبنائها خاصة المقيمين في تركيا كل ترتيبات المعرض ببرامجه بفعالياته في هذه النسخة كان يركز على هذا الأمر بدليل أنه حمل شعار العربية تجمعنا نعم ابتداء من الشعار كما قلت وبجميع فعالياته وأنشطته بعد ذلك قبل المعرض بشهرين تماما قبل افتتاح المعرض بشهرين تماما بدأت كما تعلمون أحداث 7 أكتوبر في غزة وهذا الحدث طغى على كل أحداث المنطقة كما يقال فدور الناشرين والمثقفين والذين ابتداء من الذين ينظمون المعرض وأيضا الناشرين المشاركين في هذا المعرض كان لابد أن يظهر لهم دور في هذه الأحداث وبالتالي حول جزء أو قسم من خطة المعرض للتركيز ولتسليط الضوء على هذا الأمر مثلا عندنا معرض الصور هذه السنة بدل أن يخصص كما كان مخططا للخط العربي أو الأمور العربية العربية تجمعنا أو يعني يركز على الثقافة العربية تماما حول تماما إلى لوحات تتحدث عن القدس أو فلسطين هذا أول جزء جزء الثاني خصصت بعض المحاضرات والفعاليات للحديث عن أحداث فلسطين وغزة بقي الخط العام والعربية تتجمعنا وتركيز على الهوية العربية في هذه النسخة وجاء هذا القسم بسبب تطور أحداث غزة الجديد ربما أضيف في هذا المعرض أيضا وما الجناح الذي تميز في هذه الدورة هو رواق الطلبة والشباب هذا خصصناه نحن في المعرض لطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات التركية لكن في هذه السنة تميز بمشاركة أكثر من 17 فريقا من فرق الطلاب الجامعيين على مدار التسعة أيام بكل الاختصاصات سواء العلمية منها والأدبية كان متميزا جدا وجعلناه في مخططنا السنة القادمة سيكون قسم أكبر من ذلك بإذن الله في المكان نفسه سيكون نعم داخل المعرض أقصد رواق هذا سيكون بقسم أكبر وبفعاليات أكثر إن شاء الله طيب دعني أتحول إلى إسطنبول سيد محمد بصفتك باحثا وأيضا لديك عمل متصل بالنشر كيف تقيم إقبال العرب المقيمين في تركيا على المعرض وما نوعية الكتب المطلوبة من العرب المقيمين في تركيا بسم الله الرحمن الرحيم نشكر لكم اهتمامكم بالقضايا العربية والقضايا التي تهم الأمة وتهم المواطن العربي في هذه البلاد أنا واكبت هذا المعرض من 2017 من 2017 لليوم جميع النسخ كنت أكون فيها مسؤولا عن جناح داخل المعرض واكبت تطوره وكيف وصل إلى ما وصل إليه من النجاح المعرض هذه السنة هو يقدم للقراء عنوين حدود 150 ألف عنوان قدم المعرض هذه السنة حدود 125 ألف عنوان في مختلف فنون المعرفة تنوعة ما بين مثلا كتب أطفال وكتب يافعين وكتب كبار وكتب كبار هذه تنوعة ما بين الكتب في تخصصات أدبية أو تاريخية أو كتب تراثية أصيلة ككتب التفسير وكتب الحديث وكتب المذاهب الفقهية وغيرها امتازة بتنوع كبير جدا وبمشاركة من أكثر من 250 دار النشر من حدود 30 دولة حول العالم منها من أوروبا ومنها من إفريقيا ومنها من آسيا ومنها من غير ذلك وبالتالي القارئ هذه السنة وجد تنوعا أكبر كما أنه في كل سنة يفاجأ بتنوعا أكبر من التنوع الذي يجده في السنة السابقة وكذلك امتاز المعرض هذه السنة في نظري برخص في الأسعار أسعار الكتب هذه السنة كانت متناول جدا فالنشرون جزاهم الله وخير راعوا ظروف المواطن هنا وانهيار العملة التركية لكن ماذا عن اهتمامات المقيمين العرب يعني بصفتك عملت في داخل المعرض ما التركيز الذي صب عليه الاهتمام العربي الجالية العربية المقيمة في إسطنبول على أي نوع من الكتب على أي أصناف بالدرجة الأولى بالتأكيد الكتب التي تعنى بقضية المسلمين الأولى وقضية الأمة الأولى وقضية الإنسانية الأولى وقضية فلسطينية هذه كانت حاضرة بقوة حتى أنها كانت توجد إصدارات حول طوفان الأقصى وإصدارات جديدة هذه كانت من الإصدارات المبحوث عنها واللافتة الانتباع المشاركين ومنهم من كان يسأل عن كتب حول صلاح الدين الأيوبي وفتح بيت المقدس والمراحل التي مر بها وتاريخ بيت المقدس وجغرافيا بيت المقدس عموما من القضايا التي كانت تهم القارئ وإدارة المعرض خصصت معرضا صغيرا في المركز الثقافي بتقسيم قبيل المعرض سمته فلسطين في كتاب كان هذا المعرض يخص بالكتب التي تتحدث عن القضية الفلسطينية ومن لم يستطع المشاركة في هذا المعرض وبلغه خبره تشوق أكثر إلى القراءة عن هذه القضية وتشوق أكثر للمعرفة عن هذه القضية وتشوق أكثر للبحث عن الكتب التي تتناول هذه القضية من جميع جوانبها وهي كتب الحقيقة قد لا نتوقع أن القارئ يحتاج في هذه الظرفية للكتابة عن القضية الفلسطينية لكن عمليا هو يحتاج لها بشكل كبير جدا المفاهيم ضاعت منهم من يقول القضية مثلا العربية الصراع العربي الإسرائيلي هذا مفهوم سائد الآن أو قضية فلسطين أو كذا هناك تصحيح مفاهيم هذه قضية إنسانية قضية الإنسانية الأولى في العالم وقضية المسلمين الأولى هذا المعرض لابد أنه سيد فرقان هذا المعرض حدث في تركيا ولابد عندما نتحدث عن المعرض ينبغي لزوما أن نتحدث عن السياق التركي الداخلي نحن نعرف أن هذا المعرض جاء بعد أشهر قليلة من الانتخابات التركية وما نتج عنها مما يقال بأنه تحول في المزاج التركي بشكل عام من قضية اللاجئين المقيمين العرب أخذ تمظهر في شكل إحادة تنظيم الوجود الأجنبي في تركيا وخصوصا إسطنبول وما نجم عنه من هجرة عكسية من تركيا إلى دول أوروبية وعودت كثير من السوريين إلى سوريا رغبة أو قصرا كما يقول بعضهم هذا إلى أي مدى أثر زد على ذلك ظاهرة التضخم هذه المعطيات إلى أي مدى أثرت على المعرض في نظرك بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كلامي أريد أن أشكركم أستاذ شهاد وإدارة قناة الرافذين لأنكم استدفتمونا في هذه القناة أهلا وسلم أنا أعتقد أن هذه القناة من القناة قنوات الناد التي تحمل رسالة وتهتم بها قضاء الأمه الإسلامية بالنسبة لسؤالكم أنا قبيل المعرض كان عندي نوم من التشاوم بموضوع المعرض بسبب هناك بعض الأوامل كنت أعتقد أني عادة الأوامل سلبية بالمعرض منها مثلا كما نلاحظ ضعف القوى الشرائية لدى الناس بشكل ملاحظ هذا الأمر والعامل الثاني السلبي يعني كما شاهدنا قبل عدة أشهر بعض الأحتاس مؤلمة لا نرضى بها وقيل بعد هذه الأحتاس أن هناك بعض الجاليات قد غادر تركيا يذكرون هنا أرقام والعامل الثالث أصلا كما معلوم أنه حركة الشراء الكتاب غالبا تبدأ في نهاية شهر الثامن تقريبا تستمر إلى شهر التاسع بشكل مكسف ونحن تقريبا انتهى الموسم ووصلنا إلى شهر الثاني عشر والعامل السلبي الرابع الذي أنا لاحظته هو أنه نحن دخلنا في موسم الشتاء وهذه السنة الشتاء نوعا ما قاسي يعني لسنا مثل عامل الماضي عامل الماضي كنا نلاحظ شيء من الجفاف وهذه العامل السلبية والأخرى كان عندي تشاون في موضوع المعرض ولكن تفاجأت ببداية المعرض أول يوم بالمعرض أنا تفاجأت بحركة الناس على الكتب وتشوق الناس على الكتب كيف تفسر هذه الحركة وهذا الشوق؟ هذه الحركة كلها تدل على أن معرض إسطنبول أصبح من المعرض المهمة في الكتاب العربي يعني نحن هناك إبارة دائما نستخدم وأنتم كذلك استخدمتها آنفا أنه معرض الكتاب العربي في غير الوطان العربي هذه الإبارة مهمة وهذا النجاح كبير جدا يعني هذا البلد ليس بلد عربي ولكن معرض أصبح دورتها سامنة ويقام بالنجاح فكل سنة نرى بشكل ملاحظ نجاح أكثر وأكبر لكن العرب المقيمين في هذا البلد هم يشكلون أكثر من عدد سكان أكثر من كذة دولة عربية من عدد دولة عربية صحيح نعم طيب أعود مرة ثانية لسيد سامر يعني من ضمن الأهداف المعلنة لهذا المؤتمر أو لهذا المعرض بالذات أنه يسعى إلى إحياء اللغة العربية في تركيا ما المقصود بهذا الهدف وكيف يمكن لمعرض للكتاب العربي في إسطنبول أن يحيي اللغة العربية في إسطنبول في تركيا يعني كما هو معلوم وظهر حتى في هذه النسخة بالذات خاصة أنها تأخرت من شهر العاشر إلى شهر 12 الناس تنتظر هذا المعرض سواء كانوا من الجالية العربية أبناء الجالية العربية أو كانوا من الأتراك أو حتى غير الأتراك الذين أتوا إلى تركيا لدراسة اللغة العربية نحن كما قلنا نسعى لتثبيت هوية أبناء الجالية العربية في هذا البلد هذا المعرض يعتبر موسم ثقافي عربي كبير حدث ثقافي أكبر حدث ثقافي هو خارج الوطن العربي وبالتالي هذا الجو العربي بالكامل سواء من كتب التي تعرض سواء بالندوات التي تقام سواء بالمحاضرات سواء بالإمسيات الشعرية جو عربي مفعم ونشيط على مدار تسعة أيام يعيد يعني ربما كثير من الناس أو ربما عدد من الزائرين لا يأتون لشراء الكتب أصلا إنما يأتون للعودة إلى هذا الجو العربي الذي افتقدوه لسنوات بالنسبة للطلاب الأتراك أو للإخوة الأتراك أتى في هذا العام عدد من المدارس جاءوا برحلات ثقافية إلى المعرض وهم أتراك طلاب أتراك أتوا مع أساتذتهم هذه المدارس التي تسمى هنا إمام وخطيب التي تدرس اللغة العربية عدا عن ذلك أتى بعض الجامعات وأتى في يوم معين أتى طلاب معهد يدرسون اللغة العربية وهم أتراك بالكامل لو أذنت لي سيد سامر يعني دعني أتجادل أو أتحاور معك في هذه القضية ليس المهم أن يأتي بقدر ما المهم عندما تطرح هدفا كبيرا مثل إحياء اللغة العربية في تركيا برأيك هل هذا الهدف ينسجم مع معرض يستمر تسعة أيام فقط بمعدل كل يوم اثنتين عشرة ساعة يعني هذا كاف لإحياء اللغة العربية هل هناك تصور لكيفية هذا الإحياء من خلال هذا المعرض نعم هو ربما نحتاج أكثر بكثير هذا كلام إحياء اللغة العربية كلام كبير جدا هذا الهدف المكتوب نعم لكن هذا كما يقال خطوة في هذا الاتجاه وخطوة متقدمة ليست خطوة عادية نعتبر هذا حدث متقدم في هذا المجال يعني بالنسبة للغة العربية أولا كما قلت الجو العربي الذي يقام والذي افتقد عند الجالية العربية أيضا الطلاب الذين يأتون ليس فقط كما قلت أتراك أتى كثير من الطلاب في السنة الماضية مثلا أتانا من من دول التي تتبار تركية أتى البيجان وغيرهم نعم أتى منها طلاب خلال ثمانيث أوام هل رصدت أثرا فيما تعلق بتحقيق هذا الهدف إحياء اللغة العربية بين الأتراك أو حتى القومية التركية عموما من غير تركيا هل رصدت أثرا لهذا أكيد رصدت لأنه عندما يأتون يعني من الذين من كلامهم من حديثهم والتقيت ببعض مشرفين على الطلاب وكذا هم بالعكس مسرورون بوجود مثل هذا الأمر في إسطنبول بعضهم قال لي كان هذا بالنسبة لنا حلم أن نجد معرض كتاب في إسطنبول كتاب العربي هل في محتويات العنوين بشكل مختصر قبل أن أذهب إلى الفاصل هل في المحتويات ما يراعي هذا الهدف بمعنى هل هناك مؤلفات تراعي الرغبة في إحياء اللغة العربية لدى الأتراك نعم يوجد كثير من الناشرين الذين يعرضون سلاسل تعليم اللغة العربية لغير الناطقين أيضا عندنا في المعرض في كل سنة يعني بشكل عاجل عندنا ما يسمى زاوية اللغة هو جناح تدرس فيه العربية لغير الناطقين ويدرس فيه التركية للعرب يعني على مدار تسعة أيام تكون فيه دروس في هذا الجناح من أجل هذا التواصل الذي نبحث عنه سنتحدث بعد قليل عن القيمة الفكرية والمعرفية التي يقدمها المعرض للعرب المقيمين في تركيا وقف قصيرة ومن ثم عودة الاستئناف الحديث بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفوا على بحر من الأفطر تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم حياكم الله ما زلنا معا في الحديث عن معرض الكتاب العربي في إسطنبول الذي انتهت أنشطته قبل أيام والقيمة المعرفية التي يقدمها ويمثلها للاجئين العرب في إسطنبول سريعا إلى إسطنبول أذهب سيد محمد إذا ما تحدثنا عن محتوى ومضمون العنوين التي قدمها المعرض وأنت تحدثت عن شيء أو طرف من هذا الموضوع آنفا قبل الفاصل لكن إلى أي مدى يمكن القول بأن النسخة الثامنة كسرت نمطية التقليد والتكرار واجترار العنوين والكتب نفسها وأنها قدمت مضمونا جديدا ابتكاريا على صعيد العنوين والمضمون حسب التجربة بالنسخة السابقة كل دار نشر تقيم مشاركتها كل سنة وتقيم العنوين التي ترى أنها كان من الأجدى بها أن تأتي بها والعنوين التي ترى أنها أصلح للسوق هنا في هذا البلد والعنوين التي ترى أنها يمكن أن لا تسترجع إما أن يأخذها أصحاب المكتبات أو تشترى أو غير ذلك هذا تقييم عند كل مكتبة تشارك في المعرض أو تشارك في المعارض والإخراء لكن أنا هنا أريد أن أقول نقطة إذا سمحتم لي تميز هذا المعرض عن غيره من المعارض المعارض الكتاب العربي في الدول العربية حتى هناك دول عربية تقام فيها معارض للكتاب معارض كبيرة ومعارض لها سمعتها ومعارض لها أصلا شهرتها وكذا ولكن هذه المعارض أنا بنظري اليوم تراجعت حتى أصبحت في المرتبة الثانية بعد معرض إسطنبول لماذا؟ هذا الطرح قد يفاجئ ولكن أنا أقول مثلا هذه الدول بعضها أعد قوائم بدور نشر معينة أن هذه الدول مصنفة على جماعات معينة أو على اتجاهات فكرية معينة هذه الدول محظورة فيها أو هذه الدول تضيق عليها لقضايا سياسية أو غير ذلك هذه الدول أيضا تمنع بعض الكتب لمؤلفين معينين سواء منهم من كان حياً الآن ويوجد داخل السجون أو يوجد في قامة جبرية أو نحو ذلك أو من كان منهم قد توفي وله أثر معين فكري معين لا يعجب هذه الدول وهنا أنا لو أحببت يمكن أن أذكر بعض الأسماء ويمكن بعض الأسماء للأشخاص وبعض الأسماء الجماعات التي تحضر كتبها في هذه الدول أما معرض إسطنبول فلا يضع هذه الازدواجية ولا يضع هذه القيود يفتح الباب أمام جميع دور النشر التي تعانى بالكتاب العربي ويرحب بها كلها ويستقبل عنوينها كلها ولا يضع لها شرط أن تكون هذه الدار لا تعرض كتبا مصنفة على اتجاه فكري معين أو اتجاه سياسي معين أو نحو ذلك لا يضع مثل هذه العناوين كما أنه في المعارض الأخرى يوجد حضور للغات الأجنبية في معرض الكتاب مثلا في المغرب في الجزائر كذا وأنا متابع للمعارض العربية هناك حضور كبير للغة الفرنسية وقد تكون فيه أجنحة حكومية أما هذا المعرض معرض الكتاب العربي في إسطنبول فلا يستقبل إلا دور النشر العربية خاصة ولذلك مثلا الشؤون الدينية التركية التي هي جهة رسمية عندما تشارك تشارك بكتبها ومنشوراتها العربية ولا تشارك بمنشوراتها مثلا في اللغة التركية ودور النشر التركية التي تعناها بالكتاب العربي خاصة هي التي تشارك ولا تشارك التي لا تعناها بغيره فيمثل هو أفوقا ومتنفسا لا يوجد في المعارض الأخرى ولذلك تجد ناسا من هذه الدول من دول خليجية ومصر مثلا على سبيل المثال يبحثون عن بعض العناوين التي هي محظورة في تلك البلاد أو لا توجد في تلك البلاد على سيرة أنك ذكرت دور النشر التركية هنا أسأل فرقان هل تطور المعرض من سنة إلى أخرى وقد اشتد عوده بلغ ثمانية أعوام وات في سن التمييز إذا ما تحدثنا به بلغة فقهية هل ينسجم هذا التطور مع تطور اهتمام الأتراك على مستوى المسؤولين والشباب التركي بأحداث هذا المعرض برأيك أما زال الاهتمام التركي عاجزا عن مجارات تطور هذا المعرض يعني مثل ما تبضلتم به نعم نحن نلاحظ أن هناك اهتمام كبير من الأتراك سواء من المسؤولين أو من الأتراك طلبة الإلم أو طلبة طلاب الجامعات أو كذا أنهم عندهم اهتمام بالكتاب العربي صحيح من البداية تقريبا كلامنا تركيزنا على الجالية العربية والجاليات الأخرى التي تهتم بالكتاب العربي ولكن يجب أن لا ننسى أنه كتاب العربي كان موجود ومقروء وكان ينشر في تركيا قبل الجالية العربية وقبل الجاليات يعني إسطنبول ليس كأي بلد يعني كأي مدينة لأن أصلا مدينة لها رمزية علمية رمزية إسلامية رمزية تاريخية رمزية تاريخية كذلك وطبعا أنه كتاب العربي كان موجود سابقا ولكن ما هذه العلاقة بين الأتراك والعالم العربي أن هذا الاهتمام قد يزداد يوما بعد يوم هذا نلاحظه أنت قلت أن المسؤولين وأن الشباب الأتراكي يهتمون بالمعرض كيف تلمح مظاهر هذا الاهتمام هل هو بوفود هل هناك نوع من تخصيص اهتمام في الجامعات أو المدارس التركية هل المسؤولين يتبنون موقفا ما من هذا المعرض دعمه ترويج له كيف نلحظ هذا الاهتمام الذي أنا أراه أن المسؤولين لعد الآن ما تبنوا هذا المعرض كما ينبغي صحيح هناك اهتمام والدعم ولكن ليس هذا الأمر مثل ما موجود في الدول العربية مثلا في الدول العربية نلاحظ هذا الشيء في المعارض أن الجهات الرسمية ليس الدعم فقط تمول هذه المعارض ولكن في تركيا هذا الأمر لعد الآن نوعا مع تنسيق نوعا مع دعم بهذا الشكل يتم بالنسبة للمسؤولين نرى بعض المسؤولين الذين أصلا هم معروفين بهذا المجال باهتمام اللغة العربية كل الأحصاد تجدونه في المعرض أنه يهتم بالكتاب العربي إما يشتري أو يتتحاور مع أحد الجاليات العربية وهكذا طب طب هنا أسأل سيد سامر ربطا بالهدف المعلن وهو إحياء اللغة العربية في تركيا وأنه معرض غير ربحي لماذا لا يتحول هذا المعرض إلى نصف سنوي يكون ذلك أقرب إلى تحقيق الهدف الكبير الذي وضعه لنفسه من أحياء اللغة العربية بين الأتراك ما الذي يجعله فقط مرة واحدة في العام يعني هذا المعرض معرض دولي وفي كل دولة يقام معرض للكتاب العربي سنويا وهو ضمن قائمة المعارض التي يعتمدها اتحاد الناشرين العرب أيضا بما أنه يقام أصلا كما قلت غير ربحي ويقام بجهود لا أقول فردية لكنها شبه فردية يعني من الجمعية الدولية مع الاتحاد الناشرين الأتراك يعني جمعية ناشرين العرب مع الاتحاد الناشرين الأتراك في هذا البلد وبالتالي يعني كما قلت نحن نحضر لهذا المعرض من قبل ست أو سبعة أشهر حتى يقام هذا المعرض فليس بالأمر السهل أولا يعني وضع معرض نصف سنوي نعم نصف سنوي لكن في اتجاه آخر تعمل الجمعية الدولية الناشرين الكتاب العربي تحقيقا لهذا الهدف وتمكين للجالية العربية من هذا الكتاب نحن السنة الماضية كان الدورة الثانية من معرض غازي عنتاب للكتاب العربي نخطط في هذا العام أن نقيم أيضا في مدينة مرسين وربما لاحقا في أنقرة أو كونيا فنحن نسعى إلى المدن أو يعني نخطط لإقامة معرض ليس دولي بكما معرض إسطنبول لكن بالحد الأدنى في المدن التركية التي يتواجد فيها جالية عربية بعدد جيد لكن عطفا على ما قاله قبل خليل محمد من إسطنبول يعني إلى أي مدى ترى أن دور النشر استفادت من أجواء الحرية النسبية المتاحة في تركيا وهو ما لا تجده في كثير من الدول العربية على صحيح العنوين التي قدمت نعم هذا موجود وملاحظ في معرض إسطنبول معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي مفتوح على جميع العنوين لا يمنع فيه إلا ما كان فيه قرصنة أو مخالف لقوانين النشر كل الكتب كل ما اسموح فيه سياسي وديني وتاريخ لذلك يعني تجد في المعرض من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من حضور المثقفين من حضور الناس التي تقرأ الجمهور بشكل عام وهو ما لا يتوفر في أي معرض آخر وهذا ميزة قوية لمعرض إسطنبول تجعله من المعرض المتقدمة نعم طيب أعود مرة أخرى إلى إسطنبول سيد محمد قبل قليل قال هنا سامر بأن ليس كل القادمين للمعرض بالضرورة يريدون أن يشتروا كتب بقدر ما يريدون أن يجتمعوا ضمن أجواء عربية افتقدوها هنا في إسطنبول هذا يدفعني إلى السؤال هل المعرض كتظاهرة ثقافية يقدم خدمة معرفية حقيقية وعميقة للعرب المقيمين في إسطنبول أم هو حدث روتيني يمثل فرصة لاجتماع العرب وتذكر أجواء البلدان نعم هذا الذي ذكر صحيح وأزيد أنه زيارة المعرض ليست لشراء الكتب فقط هناك من يزور المعرض للقاء كتاب لا تسمح له الفرصة بلقائهم خارج المعرض هناك من يريد أن يأخذونه توقيع كتب هناك من عنده متابعين ومحبين من المشاهير سواء كان بجانب الشيوخ أو جانب شخصيات إعلامية مثلاً أو شخصيات سياسية أو شخصيات تربوية أو شخصيات غير ذلك أو مشاهير حتى المعرض التواصل الاجتماعي المعرض تحول إلى منتدى علاقات عامة أكثر من كونه يقدم خدمة فكرية علمية عميقة مثلاً؟ نعم ولذلك يأتي كتاب مثلاً من عدة دول مثلاً من الأردن مثلاً من سوريا من البحرين من غيرها مشاهير يأتون فيأتي الناس للقاء هؤلاء يكون هناك إعلان أن فلان سيوقع كتبه في جناح رقم كذا في يوم كذا أو فلان هذا سيكون مشاركاً في ندوه في يوم كذا أو هو سيقدم محاضرة في يوم كذا فيأتي الزوار أساساً بناء على هذا أيضاً من عنده أطفال مثلاً هناك فسحة هناك جانب لترفيه الأطفال مجاناً مثلاً هناك توضع لهم رسوم مثلاً معينة أو تلوينات معينة أو تقدم لنوع من الألعاب المعينة أو غير ذلك هناك فرصة للترفيه وهناك فرصة لفضاء أرحب وأوسع لا يجده العربي هنا في غير هذا المكان أنت تكون عربياً وتكون في منطقة يحيط بك سكان طبعاً هويتهم تختلف عن هويتك الحمد لله يجمعكم الدين الإسلامي وهذا أهم رابط ولكن يبقى هوية أخرى ويبقى أواصر وروابط أخرى تربط الطفل ما بين الطفل والطفل ما بين الكبير والكبير من الهوية الثقافية الأصلية والهوية اللغوية اللغة الأم وغير ذلك تجد مثل هذا في المعرض كما أنه من الناس مثلاً من يأتي لا يكون هو شخص هكذا زي العادي إنما يكون هو مثلاً ناشر فيريد أن يشتري حقوق نشر كتب مثلاً فهذه السنة قبلها يوجد فيه جناح لبيع حقوق النشر مثلاً أو هو يريد أن يدرس مشاركته في المعرض يدرس هل يصلح له أن يشارك في النسخة المقبلة وفي الغالب إذا جاء شخص وزار في نسخة معينة وقيم النسخة الأخرى يكون مشاركة أو يدرس طريقة يستصدر بها هو الكتب من هنا من تركيا لأن تركيا أصبحت تصدر الكتاب العربي إلى الدول العربية حتى وإن بابع لأنها تصدره إلى الدول الأوروبية ولذلك أنا أعرف مثلاً مفتي المسلمين في الديارة البلغارية جاء ومعه طلابه في كلية إسلامية فتحت هناك حديثاً قبل ثلاث سنوات تقريباً فجاء وجاء معه طلابه لزيارة هذا المعرض وجاء أيضاً في السنة الماضية وتزودون من الكتب وصاحب دار نشر في بريطانيا جاء يتزود من الكتب وصاحب دار نشر في السويد أعرفه جاء يتزود من الكتب إلى السويد فالمعرض ليس فقط فرصة لأن يأتي شخص زائر هكذا يشتري الكتب إنما لفضاءات ما ذكرته وسيد سامر هنا في الستوديو يبشر بمستقبل وأفاق تدعو إلى التفاؤل في مستقبل هذا المعرض بقي الحديث عن الوظيفة التي يؤديها المعرض الدولي للكتاب العربي في اسطنبول في تمتين أواصر الأخوة والتواصل الثقافي بين العرب والأتراك والأتراك هو ما نبحثه بعد فاصل أخير برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة نعيش مع الناس لنكشفها فما يواجههم من مشاكل يومية خذاهم ما ندريها صار لهم 24 ما ندريهم حيين طيبي نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية أهلا بكم إلى الجزء الأخير فرقان بالنسبة للهدف الكبير للمعرض في قضية إحداث نوع من التفاعل بين المثقفين العرب والمثقفين الأتراك كيف ترى مستقبل هذا المعرض في أداء هذه الوظيفة مستقبلا؟ أنا أرى أنه معرض يؤدي هذه الوظيفة وإن شاء الله سيؤدي أكثر من الذي نراه ونتمنى ذلك أصلا هذا نراه ممكن من خلال المحاضرات التي يقدمها مستقفين العرب ومستقفين الأتراك كذلك بنفس الوقت لأننا نرى الهضور من العرب بنفس الوقت من الأتراك ونحن يكون نوم من اللقاء الفكري ما نوعية الأتراك الذين يحضرون إلى المعرض؟ غالبا نرى طلبة الإلم الذين يهتمون بالكتاب الشرعي غالبا الطبقة المتدينة تقصد؟ طبقة المتدينة أصلا هي من زمان تهتم بالكتاب العربي لطبيعة الحال هل هناك شريحة جديدة من المجتمع التركي تلجأ إلى هذا المعرض بخلاف المتدينين؟ نعم نرى هناك تنوى في الطبقات القراء كتاب العربي من الأتراك هذا التنوى نلاحظه كل سنة أنه يزداد طبعا بنفس الوقت أنا أريد أن أتركز على موضوع أنه غالبا نرى بالكتب الموجودة والمعروضة كتب الهادفة وهذا يصرنا كثيرا لأننا كما تعرفون نحن الآن في صراء الثقافة وهذا يظهر عندنا في موضوع النشر والكتاب وبالتالي أننا نرى أن الكتب المعروضة هي الكتب الهادفة هذا الأمر يصرنا عندما يأتي الطلاب والمثقفون والمتدينون الأتراك إلى المعرض الدولي للكتاب العربي في إسطنبول وأنت منخرط في المجتمع التركي هل تلحظ أنهم يشعرون بأنهم انتقلوا نقلة نوعية من نوعية معينة من الكتب والتأليفات في تركيا إلى نوعية جديدة ومختلفة عما ألفوه في تركيا على صعيد الكتاب العربي هذا الأمر نلاحظه من خلال الاستفسارات عن الكتب والأسئلة طبعا ليس السؤال فقط توفر الكتاب أم لا ممكن يعني الباعي أو الناشر يسأل أسئلة أخرى هذه الأمور كلها تدل على أن نمط الكتب في فكر القاري التركي الذي يقرأ الكتاب العربي أنه بدأ يتغير من أين ناحية تغير؟ يعني يتغير نظرته وتتغير فكرته؟ نعم يعني إنما يقال كتاب العربي أنا أظن ذكرته كتاب العربي كان موجود ولكن في نمط معين كتب الدينية في مجالات معينة في العقيدة والحديث والفقه والتفسير وما شابع ذلك ولكن عندما أنه صار هذا اللقاء بين الناشرية في المعرض الكتاب العربي أنهم تعرفوا على أنواع جديدة من الكتب فهذا في مجال الكتاب العربي كذلك برأيك الأعداد الوافدة من الأتراك على المعرض أعداد يعني معتبرة أم يقتصر الأمر على بعض النخب وبعض طلبة العلم يعني للأسف لحد لا أنا أرى ترويج المعرض أنه نوم نظافي ترويجي للمعرض لذلك صحيح أوجه تختلف نرى أوجه جديدة من الأتراك في المعرض الكتاب العربي ولكن ما هذا أنه لحد نظ Steve أنت ترى أن هناك مشكلة في الترويج بين الأتراك بين الأتراك نعم من المسؤول عن هذا المنسقون وهم معنا الآن في الستوديو نعم طيب لا بأس يعني هذا الكرة الآن في ملعبك لماذا هناك نقص في الترويج للمعرض بين الأتراك وأنتم يعني تحملون هدفا كبير وهو إحياء اللغة العربي كيف تحيي اللغة العربية في بلد أنت لا تروج لأهله أن هناك معرضا لإحياء اللغة العربية بين أهله نعم سؤال ممتقي هذا نعم أولا بالنسبة لموضوع المعرض يعني ربما يكون هناك بعض الظروف خاصة يعني في السنتين الأخيرتين حالة دون يعني أو حالة في نقص بحيث حصلها نقص في هذا الأمر أو حصل انخفاض قليلا لكن هو كان يروج كاملا لكن كما تعلمون الآن يعني على مستوى ربما لافتة لا نستطيع أن نعلق إنما كله كان على يعني تقصد لافتة باللغة العربية نعم لذلك كله عن طريق وسائل التواصل هل لو سعيتم إلى استخراج إذن وتصاريح لرفع لافتات باللغة العربية للترويج لحدثين مؤقت هل تعظون أن ذلك يمكن أنه هذا الأمر كما تعرفون يتبع للمزاج في كل مرة ما يؤخذ به قاعدة عامة نعم أنا أرجو أن تكون يعني مسترسدا في الحديث فأنت تعيش في ولد حر طبعا طبعا أنا يعني أتكلم بكل أريحية أصلا لو لا هذه الحرية ما كنا استطعنا أن نقيم هذا المعرض لأن الحلقة هذه منها الهدف هو تقريب وجهات نظر بين الأتراك والعرب أنا أقول لو لا هذه الحرية لا ما كنا استطعنا أن نقيم هذا المعرض أصلا نعم لكن هذا كما قلت يتبع أحيانا المزاج في بعض الظروف تحكم كامل بجزء معين أما باقي الأمور مفتوحة أقول أنا بالنسبة للعرب والأتراك وبالنسبة للزوار أنا منذ سنتين أو ثلاث زارنا في المعرض ناشر تركي كبير من الذين ينشرون بالتركية ويقيمون معرضا للكتاب التركي للاتجاه يعني ليس الإسلامي إنما العلماني العلماني وأتى زارنا في المعرض يعني لو لم يصل له هذا الإعلان ما أتى وأتى ورأى وقال ما كنت أتوقع أن أجد معرض لغة عربية أو كتاب عربي بهذا الشكل كما يعني تحدث أستاذ فرقان صورة الكتاب العربي عند الأتراك هي فقط قرآن حديث فقه الآن بدأت تتغير هذه النظرة صاروا يأتون يبحثون عن قصص من أجل إثراء لغتهم العربية بعض الروايات يسهم في هذا التغيير نعم نعم أكيد أسهم في هذه النظرة يعني في تعديل هذه النظرة لكن فرقان يقول بأن هناك نقص في الترويج وأن الأتراك الذين يفيدون إلى المعرض ليسوا بالعدد الذي يؤحل لأن يكون أن المعرض نجح في الترويج بين الأتراك لهذا الحدث يعني ربما لم ينجح 100% لكن في طريقه يعني كل سنة نحاول أن نطور هذا الأمر طيب أذهب إلى أسطنبول سيد محمد بالحديث عن أهم أهداف المعرض وهي أحياء اللغة العربية أو التواصل تمتين التواصل الثقافي بين العرب والأتراك برأيك عاما بعد آخر إلى أي مدى بنظرة نقدية موضوعية نجح المعرض في تحويل هذا الهدف إلى واقع عملي المعرض هو مثل ما قلت سابقا بدأ من 2017 وحتى قبل هذا بدأت رهاصات في 2015-16 في صالة صغيرة في حي السلطان أحمد وكانت مقتصرة على بعض العناوين قليلة فهو بالتجربة دائما في تطور ولكن أنا أمين للتأييد ما قاله الأخ فرقان أنه فيه نوع من ضعف مستوى الترويج للمعرض لأنني أنا أحيانا ألتقي بعض الأصدقاء العرب ليس عندهم علم بالمعرض أصلا وهم من الأصدقاء مثلا العرب القراء فهناك مستوى ضعف نوعا ما في هذا وربما بسبب ظروف الأستاذ أدرى بها الأستاذ ياسر لكن عموما هو هذا المعرض يجذب القارئ التركي من اتجاهات مختلفة تركيا فيها أصلا جالية عربية أصلي يعني فيها نسبة من العرب من المواطنين الأتراك هي عدة ملايين وتتركز أساسا في الشريط القريب من الحدود مع الدول العربية كالعراق وسوريا تركيا أيضا فيها أتراك دول شرق آسيا هؤلاء الذين منهم يعتلون بتدريس اللغة العربية وتدريس الولم الإسلامية أكثرهم فتح مدارس أو معاهد شرعية هنا في تركيا نظرا لأن ظروف سياسية في بلاده لا تواتي ذلك ونظرا لوجود شيوخ ومدرسين كثر وأصحاب خبرات هنا من العرب في إسطنبول في تركيا أو في إسطنبول خاصة من السوريين ومن العراقيين والنصريين ومن غيرهم فهؤلاء فتحوا هنا مدارسهم هؤلاء أتراك وناطقون باللغة التركية وينقلون الكتاب من هنا ويصدرونه إلى دولهم وإلى روسيا وإلى غيرها ثانيا فيه دور نشر تركية هي تشارك شؤون الدينية التركية بجناح الحصمية تشارك مثلا أكدم تشارك مثلا دار الكتب العربية تشارك كذلك مثلا دار الإرشاد مكتبة الإرشاد قدما كانت هي أكبر مكتبة عربية الكتاب العربي في جميع تركيا وما زالت للآن من أكبر المكتبات العربية ولها جمهور كبير ويعرفون أنها تشارك مثلا هنا كذلك يأتي الشيوخ أتراك مثلا من المشاهير هذه السنة الشيخ صالح الغرسي من أشهر الشيوخ أهل الفضل في تركيا ولهم محبون كثير جاء مثلا وحاضر في المعرض وجاء جائرا وكان معه طلابه ومحبوه وطلاب الكليات الشريعة في تركيا من المعروف أن تركيا الآن فيها كليات شرعية كثيرة تقدم تخصصات باللغة العربية خاصة كليات الإلهية جامعة أسطنبول جامعة مرمرة جامعة أستان وحمد الفاتح تقدم باللغة العربية طيب الفكرة وضحت أختم معك فرقان يعني كما قال سامر قبل قليل بأن هناك معوقات قانونية يعني لا يمكن الترويج باللغة العربية خصوصا في المرحلة الأخيرة هناك ربما بعض الصعوبات القانونية كيف يمكن التغلب على هذا أو كيف يتغلب على هذه المعوقات وما مقترحاتك للإسهام في نشر والترويج لهذا المعرض في قابل العام والعوامل المقبلة بين الأتراك في المجتمع التركي يعني أنا أرى ربما مارض مارض هو نفسه ممكن يفرض هذه الأشياء بسبب نجاحه لأن أستاذ تفضل بأمر أنه قال مثلا شخص من جهة أخرى ومن اتجاه آخر أتى واستغرب من الأمر يعني أنا أعتبر أو أعبر هذا الشيء نجاح المارض أو سيط المارض فرض أن يأتي هذا الشخص ويزور المارض ربما نجاح المارض والجهود أكثر إن شاء الله تفرض على هذه الأمور على الترويج أوسار لكن الترويج له سياسة خاصة في النهاية يحتاج إلى بيئة قانونية تساعد على الترويج والانتقال أنا أظن ببداية كلام قلت أنه جهات رسمية صحيحة لا تمول ولكن تدعم لا تمنع ربما استفادا من هذا الشيء نعم طيب يعني نحن أوشكنا على نهاية هذه الحلقة مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن المعرض الدولي للكتاب العربي في إسطنبول ماذا حقق من نجاحات وإخفاقات والأفاق التي تنتظره على صعيد إحياء اللغة العربية في المجتمع التركي وكذلك تمتين أواصل الصلة الثقافية بين العرب والأتراك نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم مادة نافعة ومفيدة لحضراتكم في ختم هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام مع حفظ الألقاب دائما في الاستوديو سامر السعدي نائب المنسق العام لمعرض الإسطنبول الدولي للكتاب العربي وعبر الأثير في إسطنبول محمد فال السيد الشنقيتي الباحث في قضايا التعليم بالبلدان العربية وفي الاستوديو أيضا فرقان قاسم أيضا الناشر التركي على أن شك براء الأكبر لحضراتكم على كرم المتابعة دمتم في حراسة الله اشتركوا في القناة